وفي مكان ما قطوع بتتعطى العربية ويفه قدامها شخصيا ايه يا حق براهيم العربية مش بتدور ليه مش عارف يا احمد باشا خير ان شاء الله طب ايه العمل دلوقتي اروح ابص كده ممكن لايه عربية توصلنا الانحية التانية طب ما تتأخرش حق عشان بس المكان ما قطوع وخلي بالك برضو على نفسك حاضر ما تقلقش ربنا هو الحافظ سلام عليكم وعليكم السلام ماشى عم ابراهيم واتصل ببنته وهو ماشي في الطريق عشان يتطمن عليها سلام عليكم ايوه يا البابوكي وعليكم السلام ده انت اللي قلبي وعيوني وكليتي وكبدي والطحال كمان ايه يا بيت ده كله هو انا مخلف بقرة وهتبحها على العيد حنين بزعر المصطنع باكده يعمل حج الله يزام حج امين يا البابوكي المهم بقولك ايه انا هتأخر النهاردة شوية عشان العربية تعطلت واحنا في السكة طب خلي بالك على نفسك يا بابا وانت كمان يا حبيبتي خلي بالك على نفسك واقف كلامه وهو رح يلعب حزن انا عاوزك تعرفي حاجة يا حنين انا هتقول عمري دعيلي كابنتي عشان كنت دايما بر بي وبأمك الله يرحمها ولو حصل لي حاجة هموته انا ما اتطمن عليك عشان المتأكد ان ربنا مش هيضيعك ابدا ربنا يبارك لي فيك يا رب وفي عمرك يا حبيب قلبي ملاش باللي عليك الكلام ده الى باب ابتسامة ماشي يا قلب ابوك سروا عليكم دلوقتي بقى ماريت رباسها من انتظرها مبراهيم بس المكان هو الصوص وما فيش ولا عربية عدت عشان كده رجعتين بس معرجوه لو حسحك غريب يا ستير يا رب ادو خنوا النار دي احمد بيت هو طلع يجري عشان يلحق هو بعد ساعة هيا دكتور طمني على بابا باباك الحمد لله كويس شوية جروح وهيخرج بكرا ان شاء الله بس بس ايا دكتور الحج ابراهيم ربنا يرحمه معقولة ازاي الحج ابراهيم لما لقى العربية ملعا دخل جواه ينكس باباك بس لسه يخرج العربية انفجرت لا حوله ولا قواته الا بالله طب ممكن اشوف بابا اه طبعا تقدر تتفضل دخل عمر ولا بابا عاد بيبكي ما لك يا بابا بتبكي ليه بدلا ما تقول فرحانا انك كويس وتكتب لك عمر جديد اه الحمد لله كويس بس الغلبين ده مات مات عشان ينقذني يعني هتعمل اي يا بابا اجي لاهله ايه ارشين عشان يفرحوا بيهم وخلصت يا ابني دول مقطعين من شجر ارشيني بس اللي بتقول عليهم وما عندهوش غير بنت واحدة وانا عارف الناس ديات كويس عندها عزة نفس وقلوفات الدنيا دي عمرها ما هتعوضهم عن اللي راح طب يعني عندك حل تاني يا بابا ساقط بابا وقال له مفيش غير حل واحد بس هو اللي هيريح لضبيري ايه هو مسيرك هتعرف بس مش دلوقتي وبعد يومين في الفيلا انت بتقولي يا بابا مستحيل اتجوزها مستحيل ما عنديش نقاش في الكلام ده والامر محسوم بالنسباني يعني عاوزني قدفل نفسه طول عمري مع بنت السواه وعشان ايه عشان انقذلك حياتك فاتموتنا انا معاها انت كده يبقى انسان ظالم ومع الكلمة ديات معربة قلم نزلت على وش عمر انا معرفتش يا ربيك كويس اسمع بقى المأزون جاي والبنت ديات زمانها جاية حالا وكلمة واحدة بس لو خرجت من بقك وزعلتها هيكون معاها حرمان من المراس ومش هتطول ولا مليم سواء كنت حي او ميت طلق عمر على قطة واعجي كفر فكل حاجة فيها بخضب احنا اوه رحيل اما وريتك يا بنت السواء مبقاش انا ابن الاكابر هرم عليك يا بابي ايه اللي بتعمله في عمر ده وكمان عاوزنا نناسب الناس بيئة زي دول اقول انا ايه لصحبتي لما يسألوني هي من عيدة مين ولا باباها مين انت تخراسي خالص بدل ما اديك قلم يعدلك انت كمان وبص الابن الصغير هو رحيل له ها عاوز تقول حاجة انت كمان سلامتك يا كبير انا رايح كليتي اهدى بقى يا احمد مش كده انت هتجح فينا كلنا عشان البنت دي ولا ايه خلاص مش عاوز كلام انا طلع قطي عشان تعبان طلعان اغب القط اما الام طلعت لبنها عمر اسمعني كويس يا عمر انت لازم تتجوز البنت دي عمر بصدمة انت اللي بتقولي كده يا ماما ايوة انا اللي بقولك كده لان عارف ابوك اكتر منك وهينفز اللي هيقوله وهيحرمك هيحرمك من مراس يا عمر مش بعيد كمان ان الامر يطرنا كلنا وكل حاجة تجع من ايدينا وتروح للبنت دي ازاي ازاي يعني واحدة تعمل فينا كل العمال دي هي ايه زحرلنا اكيد وراها حاجة بس مش عارفة هي ايه وعند حنين اللي كانت قادة بتبكي بحرقة ودموحها مليا خدها يا رب انا مش عارفة عمليه مطلوب مني ان ننزل دلوقتي حالا واتجاوز اتجاوز واحد ما شفتهش قبل كده ولا اعرف عنه حاجة ولا على اخلاقه ولا كمان هو يعرفي انا خايف خايفاه يا رب بس الحاجة الوحيدة اللي مخلي انا وافق هي حنين يا بنتي عاوزك في حاجة اتفضل يا بابا بص يا بنتي الانسان في الدنيا ديت عبارة عن ايام وساعة وداية وانت عارفة اني قبرت ومناش حد في الدنيا ديت ربنا عز وجل بس بصك فحمد بيه تعرف يا بنتي ان انا شغال معاه من اكتر من عشرين سنة عمري ما حسسني اني شغال عنده بالعكس وعشان كده لو حصل لي اي حاجة روحيله واللي هيقولك عليه نفزي وما تقوليش لأ انا دلوقتي ما قلتش لأ فعلا يا بابا بس مش عارفة هيكون مصيري معي ابنه ايه يا حي يا قيوم برحمتك استغيف اصلح لي شأني كلها ولا تكلني الى نفسي طرفة عين واسنا دعا لننفهم بتاعها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابنتي العربية تحت فانت زارك حاضر نزل حير نرجع بقى البيت شلة الانس اهول مأزوم جه والهنم لسه مجدش يعني اكيد زمنها جاية ما هي مش هتفوت فرصة زي دي اعمار بدي بس اتصدم اتصدم عشان وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوش بها يا احلى اخوات لو عجبتكم قصتنا تضغطوا لايك واسب لكم رابط القصة الكاملة الجديدة في التعليق المثبت اخير قصة نزلنا على القناة اتمنى كما انتعجبكم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة